مع توالي هزائمه وانفراط عقد مناطق سيطرته على عدد من مدن المناطق الغربية والتي كانت منطلقا لهجومه على العاصمة خرج مجرم الحرب حفتر في خطاب منتهزا قدوم شهر رمضان ليطل بوجهه بخطاب يدعو فيه أنصاره على غرار التجربة المصرية إلى تفويضه لرئاسة ليبيا متجاهلا الحديث عن مدينة ترهونة آخر معاقله بالغرب الليبي والأحداث الجارية بها وهي تشهد اقتراب تحريرها من قبل الجيش الليبي في إشارة واضحة لتركها تعاني مصيرها شأنها شأن مدن صبرات وصرمان وقبلها غريان دعوة حفتر أنصاره إلى هذا التفويض في هذا الوقت عده مراقبون ضمن ترتيبات ما قبل الهزيمة وذلك بعد استنفاذ كل وسائله العسكرية في قصف المدنيين وابتزازه بقطع موارد المياه والكهرباء لإخضاع العاصمة كما يرى محللون أن دعوة حفتر للانقلاب على كل الكيانات السياسية القائمة من ضمنها مجلس طبرق الذي منح فيه هذا المجرب شرعية الغزو والعدوان تنبي عن خوف يتملكه من خسارة ما تبقى وأمام هذا الخطاب خرج العبيد ولاعق أحذية الطغاة في ساحات بنغازي رافعين صور مشيرهم المهزوم رغم حظر التجول المفروض عليهم بسبب كورونا مطالبين برلمان طبرق ورئيسه بتسليم السلطة في مشهد من مشاهد الصخب والفوضى لتعيد للأذهان ما كانت تسمى بالجماهير الهائمة وهي توقع وثيقة عهد ومبايعه لقائدها الأوحد اشتركوا في القناة